خلال الفترة الأخيرة وبسبب أحداث حرب غزة بقى الناس على السوشال ميديا مهتمين جدا بالمحتوى الخاص بالتاريخ والسياسة وبقى هو أكتر محتوى مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وده لأنه ببساطة الناس بقيت عايزة تعرف وتفهم أكتر عن كل شيء بيحصل حواليهم ولأنهم كمان بقوا عايزين يعرفوا أصل الموضوع وحكايته عشان كده النهاردة معنا تضيف المحتوى بتاعه كله عبارة عن تاريخ وبيكون حريص أنه يفهم الناس المعلومة أو قصة التاريخية بكل بساطة منورنا النهاردة صانع المحتوى عبداللطيف أحمد إزايك عبداللطيف مهلا بيك عملي كله تمام